اهلا بكم هذا يوم هامل الغاية خلينا اقولكم ان احنا بنعمل حكات كتير تضر بعيوننا يعني في دراسات بتقول ان في بعض التصرفات اليومية قد تضر بالنظر ضررة كبيرة منها الجنوس قدام التلفزيون لفترات طويلة او قدام الحاسب الفترة طويلة الكلام ده يعني مشهوق في امره لكن خلينا نمشي معاك كلام كمان اللي ترامش ان الواحد ما يرمشي بشكل متكرر برضو ده شيء بيأثر على النظر قلة النوم وجدوا علاقة بين قلة النوم والنظر الاهم بقى لبس العدسات اللسقة لبس العدسات اللسقة وجدوا انه ممكن يأثر بشكل كبير جدا على القدرة على الابصار لانه ممكن مع الوقت يدور القرنية ضررنا كبيرا قد يكون هذا الضرر حد للغاية العدسات اللسقة تحمل في طياتها قم بنا موقوتها يا جماعة الناس كمان اللي بتلبس العدسات اللسقة دي للتجميل انا شايف ان هم بيهرجوا تهريج خاطل يعني تهريج مخيف اللي هو انا عايز اغير لون عناية فبخليها من البني للازرق او من مش عارف ايه للاخضر يا سيدي العدسات اللسقة دي حاجة يعني خطيرة جدا ولازم لها عناية ودقة وطبعا الناس اللي بتلبسها في العربية وهي ماشية ومش عارف ايه كلام ده كله في المنطقة القطورة لازم ناخد بالنا جدا واحنا بنتعامل مع هذه القنبلة الموقوتة اللي اسمها العدسة اللسقة لكن تبقى قدرة الابصار نعمة كبيرة جدا وضعف الابصار يعتبر شيء لازم نحن نقف قدامه وننظر كيف اعطى الله سبحانه وتعالى العلم هذه المقدرة الرائعة جدا عشان يصحح الابصار تصحيح الابصار والتعامل مع مشاكل الابصار النهاردة يوم شديد الاهمية مع ضيف شديد الاهمية الحقيقة اضاف لنا الكثير جدا بوجوده معنا وكانت نقلة نوعية كبيرة جدا انه اكاديمي مهم جدا يظهر الاعلام سقف الكثير جدا وعدل كثير من المفاهيم الخاطئة حول ضعف الابصار وحول المياه البيضاء وحول مشاكل القرنية قدم الكثير للاعلام الطبي واعتقد انه ما شاء الله ما زال يقدم الكثير للعمل اكاديمي العمل الكلينيكي وايضا الاعلام الطبي في عالم الملوم القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير واحد من سوبرستار البرنامج وسوبرستارز الاعلام وسوبرستارز العمل في عالم العيون لأساس الدكتور احمد عدسان تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك اي حق انه عنده حوال لكنه ما عندهوش حوال هل الليزر السطحي option ولا في حالات يناسبها الليزر السطحي وحالات لاني يناسبها الليزك هنا لازم نتدخل امريكا اخر مؤتمر لوس انجلوس المؤتمر الدولي لتصحيح الابصار صح؟ مؤتمر السنوي للجمعية الامريكية لإصلاح الابصار والمياه البيضاء وجراحات المياه البيضاء ده كان مؤتمر مؤتمر كبير جدا بمؤتمر دولي بيحضروا كافة الأطباء وجراحين العيون على مستوى العالم هو قوة المؤتمر أنه هو مركز أساسا في المياه البيضاء والجديد في جراحات المياه البيضاء وعمليات إصلاح عيوب الابصار زي الليزك أو زرع عدسات أو أي عملية تانية لإصلاح عيوب الابصار فتركيز الناس كلها اللي هي بتحب تشتغل في الجزء ده تحديدا بيحصل يعني معظم الجراحين بيحبوا يرتادوا هذا المؤتمر انت جبتوا شهادة دي اللي بقى دي الشهادة لا دي دي أعشيف منتعوار دي شهادة الإنجاز دي من الجماعية الأمريكية اللي طبعه جراحة العيون حتى ما منسيبش حاجة مكالية الشرف طبعا يعني تشرف إنه هو يعني من الدكاتر اللي هو يحصله على هذه الشهادة في سنة 2017 ل2017 دي حاجة رائعة جدا جدا دي يعني تساوي شهادة الإيجادة أو شهادة الجودة بالزبط بالزبط سرتيفيكات بالجودة هروح للمية البيضة بقى يعني ايه مية البيضة نبدأ نشرح للناس طبعا احنا اتكلمنا وأكيد السادة المشاهدين عارف عن ايه مية البيضة بس أحب التكرار برضو إنه هو في ناس برضو لسه لازال عندها الاعتقاد إن المية البيضة هي سائل لونه أبيض بتكون جوه العين وبيحجي بالرؤية وعشان كده المريض ما بيشوفش كويس لا هي المية البيضة هو عتامة في عدسة العين البلورية لأسباب كتير أشهرها تقدم في السن فهنا هو في الانيميشن اللي موجود دلوقتي إن العدسة المفروض تكون شفافة عشان تجمع الأشعة وتكون صورة على الشبكة لما بتعتم المنظر ده بتاخد ألوان مختلفة بتحجب الرؤية بحيث إن الأشعة لما بتيجي تعدي من العدسة ما بتتشتت ما بتتجمعش في صورة واحدة على مركز الإفسار وبالتالي الصورة ما بتبقاش واضحة بدلا ما يبقى الواحد شايف صورة بالمنظر ده تبتد الصورة تغبش وتعتم وتطفي وألوانها تتغير المريض بيحس بتظاهر في النظر بس مش تظاهر حاد عشان برضو فيه ناس بتتخضط يعني بتعتقد ممكن تصحى من النوم مرة تلاقي عندها مية بيضة لا يبقى فيه تظاهر بطيء في النظر والحل الوحيد حتى هذه اللحظة لا فيه أطارات ولا فيه علاج ولا فيه مراهم للمية البيضة غير هو عملية مية البيضة فقدت الوظيفة بتاعتها ويستبدالها بعادسة تانية صناعية مزروعة جوالعين ده فكرة العملية المية البيضة باقتصار شديد وبالتالي برضو عايحب أكد لسهد المشاهدين مفيش عملية مية البيضة بدون زرع عادسة علاجان فيه ناس تقول ناسحب المية البيضة ومالهاش لازم العادسة يا دكتور علشان احنا بنسمع ان العادسة دي مؤزي طبعا بيخلط الامر ما بين عادسة لسقة زي ما حاك قلت في مقدمة البرنامج والعدسة اللي بنزرعها جوالعين فهنا في فرق شاسع ما بين الاتنين فلازم مية بيضة معناها زرع عادسة لازم عادسة لقطة دي عادسة بتحط فوق القرنين بالزبط المعروفة يعني العادسة على الأسخة المعروفة لكن دي عادسة بتزرع بتزرع جوالعين بالزبط كده التشخيص سهل بالأجهزة نقدر نعرف أكيد تشخيص سهل جدا ومفيش أي مشكلة خالص وبنقول لما يكون فيه مية بيضة بنقول المريض والله أنت عندك مية بيضة المية بيضة لها درجات برضو بالمناسبة ممكن تتقسم من 1 إلى 6 مش كل الدرجات لازم يلزمها عملية برضو أحب أوضح للسادة المشاهدين إن في بعض الناس بينزعج جدا يقول إن عندي مية بيضة أنا هعمل عملية وإمتى ممكن تعم عندك مية بيضة وتعيش بها شوية يعني ممكن ما تبقاش مؤسرة على حدة البصار بس القاعدة العامة بنقول لها ده لكل المرضى إلا ما يجي لك مية بيضة كل ما بيكون بدري في عمل لعملية المية بيضة كل ما النتيجة بتكون أحسن وأضمن ما تأخرش إلا لو ظروفك مش مناسبة يعني أنت مسافر لظروف قاهرة أو عندك ظروف مثلا أسرية ابنك في الامتحانات أو مستني حد يجي لك من السفر بعد شهر أو شهر ما فيش مشكلة طالما أن درجة المية البيضة تسمح في بعض الناس بيجي لنا في مراحل متقدمة جدا من المية البيضة بأنهم لازم تعملوا العملية بسرعة إزاي نعالج المية البيضة؟ هي برضو أنا المية البيضة مش علاج بمعنى علاج طبي هي علاج جراحي وفي طريقتين شائعتين لعمل المية البيضة كنا زي ما بنكلم عن الجراحة دلوقتي بطلنا لنتكلم عن الجراحة خالص لأنه خلاص ما بناش نعمل الجراحة بنا نعمل موجات فوق صوتية أو الطريقة الحديثة اللي احنا بنكلم عليها أو كلمنا عليها في المؤتمر اللي هي الفامت وليزر في الجراحات المية البيضة الفارق بالزبط كده هو أنت في الموجات فوق صوتية أنا بفتت العدس اللي جهو العين بالموجات فوق صوتية الموجات فوق صوتية دي سلاحزوا حدين ممكن تؤثر بصورة سلبية على أنزجة العين الداخلية خاصة أنزجة القرانية أو الخلال المبطنة للقرانية القرانية هو جزء الخارجي من العين المهم عشان ما نخشش في تفاصيل كتير ممكن تؤثر بالسلب عليها إن الفامت وليزر لا الفامت وليزر هنا وقت دلوقتي فيه برنامج ده برو جرامينج أنا بفصل كاني بعمل باترون بفصل أنا عايز الفامت وليزر يشتغل إزاي على كل عين أنا هشتغل عليها ممكن العين المين حاجة ولا ينشمل حاجة تانية وكل عين ليه برنامج خاص بيه هو بنقدر هنا أنا بحدد الخطة الليزر أو خطة العملية هتشتغل إزاي عايزة صلح استجماتيزم هقدر صلح استجماتيزم عايزة فتت العدسة بطريقة المعينة هقدر فتتها طبعا هنا مش هتكلم على دقة الليزر هنا دقة الليزر غير مهما كان مهارة الجراح مهما كان الجراح ده ماهر في عمل هذه الخطوات مش هيبقى زي دقة الليزر وبعد كده هوت المريض بيقعد تحت الجهاز الليزر هنا هوت بيعمل نقدر نقول حوالي 60 أو 70% من خطوات العملية المية البيضاء بدون ملعين تفتح من أساسه إن شعاع الليزر بيقدر يعدي من الأنسجة الشفافة فعندنا القرانية دي نسيق شفاف اللي هو الشباك اللي احنا بتشوف منه فشعاع الليزر إن هوت بيعدي من خلال القرانية هنا هو ده احنا بس بنثبت الجهاز على عين العين ما فيش أي قلم خالص العين بيعمل العملية هو صاحي بالمناسبة من كده ياخد قطرة بس مخدرة تخدر سطح العين لكن العين بيبقى صاحي بيتنفس بيتكلم لو في حاجم دايقاء بنطلب منه بس الهدوء والتركيز في ضوء قدامه بحيث إنه السبات العين هنا مهم جدا ودي خطوات المية البدرة زي ما تشايفين دي خطوات حقيقية الموضوع بياخد عملية لايف حقية بياخده ديئتين تلاتة والشاشة اللي جنبين هنا هو بتبال لنا مصار العملية ونقدر نعدل كمان في خطوات العملية ونقدر نعدل كمان لو أنا عايز أغير خطة العملية نفسيها اكتشفت مثلا على سبيل المثال إنه عنده استجماتيزم أكتر من لنا مضوقعة ومكة صلح والمية البدرة شايفة أكتر ممكن أفتتها بطرقة بطريقة مختلفة بوجه الجهاز في مصار الليزر بطرق مختلفة أو شايف إن الجهاز خلاص قد يعني شاف أبعاد العين من الداخل بصورة مرضية بالنسبة للجراح بنبتدي بعد كده الليزر يشتغل ويصلح يفتت المية البيض كده كل ده والعين مش مفتوحة أنا بأكد العين مش مفتوحة وهنا مصدر الأمان فيها عملية الفيمتوليزر يعني إحنا هنا هو العين ما تفتحتش من أساسه خالص كل ده ده حلمي كان بالنسبة لأنه أنت تعمل تفتت العدسة اللي جوه العين وتعمل مكان لزرع العدسة اللي جوه العين تحضر العين لاستقبال العدسة اللي هتتزرع بعد كده عشان المريض يشوف بيها لو عندك استقباتيزم كمان تقدر تصلحه وأنا ملمستش عين العين والليزر هو شغال وعين العين ما تفتحتش وفي نفس الوقت الدقة المتناهية بتاعت الفيمتوليزر احنا هنا بنتكلم بدقة بحدود المايكرونز اللي هو بالواحد على الألف من الملي فهنا هو ده حرك شوف مصاري العملية هي حوالي 70 ثانية الليزر هيشتغل يكون خلصنا العملية كلها الموضوع ده من أول والآخر بياخد حوالي 3-4 دقايق يعني ده الجزء بتاع الفيمتوليزر بس لا غنى في هذه الحالة برضو عن الموجات فوق الصوتية لازم نستخدم موجات فوق الصوتية بس بصورة أقل بكثير من الطريقة التقليدية العادية هي حتى هذه اللحظة هي الشائعة بنعملها في معظم الحالات هنا هوت زي ما بقولت انت جدت حالك مثلا عربية بتقدر تسوق لوحديها انت بتقوله انا عايز اروح من المنطقة نقطة ألف للنقطة بي وعدي في السكة على السوبر ماركت عشان عايز اشتري شوية حاجات وخلاص انت عملت خطة البروجرام بتاعك او خطة وبعد كده بتدوس على الظرار العربية هي تتحرك وتؤدي لانت المطلوب منها بالضبط زي ما انت حددت لها تماما بس مثلا في الآخر انت محتاج انت توقف العربية بعد كده هوت لازم تشوف العربية دي ما شوف في طريقها مضبوط ولا لا زي ما انت شايفين هنا هوت المريض بعد ما خلصنا جزء الفيمت وليزر المريض بيبقى صاححي هيقوم دلوقتي هيتحط على سرير تاني علشان نبتدين نجهز للموجات فوق الصوتية او نجهز العدسة اللي هنزرعها جوه العين الجزء المتبقي من العملية ده يعادل اكتر من 20-30% من عملية الماء البيضة نفسية يبقى فيه حوالي 60-70% عمل بالفيمت وليزر من غير ما العين تتفتح واختصرنا الوقت العين هتبقى فيه مفتوح علشان اشيل التفتيت التفتيت اللي حصل في العدسة بالليزر بسحبه بالموجات فوق الصوتية وبزرع العدسة لجوه العين نسي تسأل طب انت هتزرع العدسة ازاي والعين مفتوحة لا بيبقى فيه فتحة بتتعمل برضو بالليزر حوالي 2 ملي العدسة بتخش مطوية جوه العين وتفرق بعد كده جوه العين الفترة لما تبقى اللي العين فيها تفتحة قليلة ده بيبقى يترجم في صورة امان اكتر في المياه البيض كل ملايين اللي هي الفترة الليها مفتوحة عشان ازرع العدسة او عشان اشيل المياه البيض تكون اقل كل ما دي فترة امان اكتر السؤال الكلاسيك دايما بيسألون الناس هل يمكن انت عود المياه البيض مرة اخرى بعد كل ما فعلنا من فمتو ليزر وزراعة عدسة سؤال مهم جدا ودايما بنتسئله كتير قوي تقريبا من نسبة 90% من كل العينين يسألو هل المياه البيض بترجع تاني ولا والاجابة لا بصورة قاطعة مفيش مياه البيض بترجع تاني بس في بعض الناس من نسبة 20% بيحصل لهم عتامة في المحفظة الخلفية المحفظة الخلفية هي نسيك شفاف اللي هي بنحط عليه لعدسة لما بزر عدسة جوه لين بزرعها على حاجة اسمها المحفظة هي عبارة عن زي سطارة شفافة تماما بزرع عليها العدسة لانا حطتها مكان المياه بيضة بزرع عدسة بحطها على ايه بحطها على محفظة خلفية بنقول عليها بالبلد كده سطارة شفافة جوه لين ساعات السطارة دي بتعتم عند بعض الناس وما فيش اسباب يعني معينة نقدر نقول هي دي السبب أو نتوقع ان المريضة الاعتامة دي هتظهر عنده والمريضة مش هتظهر عنده السطارة دي نما بتعتم بيبقى علاجها بسيط جدا بنامج جلسة ليزر بنشيل الاعتامة دي بجلسة ليزر مش عملية هو بأكد مش عملية المريض بيبقى قاعد على جهاز بهدومه عادي جدا مش هيعيد العملية التانية ولا يخش قط العملية التانية يمكن بسبب الموضوع ده الناس بيتهيق لها ان المريضة بترجع تاني فبنقولهم لا ما بترجعش تاني في بعض الناس بنسبة 20% بيجي لهم اعتامة في المحفاظة الخلفية بيلزمها اجراء بسيط جدا اسمه جلسة ليزر في حدود 10 ثواني بالزبط بهدومه في العيادة مش في العمليات وبيمشي على طول عايز احط مقارنة بين الاشياء وبعضها يعني واحنا بنقارن بين الفيمتو وبين العملية او بين الفيمتو وبين الالتراسون لو حطناهم جنب بعض ونجمل للناس او نفاهم الناس الفرقات بين الاتنين ايه الفرقات ما بين الاتنين هنا هوت زي ما تكون حضرتك انت بتعمل حاجة يدوي وبتعملها بالليزر يعني هنا هوت مثلا على سبيل لو بصنا على الشاشة هتلاقي هنا هوت ده على اليمين ده ده الفيمتو ليزر اللي على الشمال بيقولك تشريح الاين الليزر هيشتغل ازاي لو احنا بصنا هنا هوت المياه البيضة نفسية لو احنا كبرنا حتى نبص على المياه البيضة في ناحية الشمال هنا ده الجراحة التقليدية العادية يعني انا بخش بمشرط بفتح فتحتين في العين وساعدي وبالتلاث فتاحات بعمل حاجة بقشر المحفظة الامامية بتاعت العادسة بقشرها بايداية فبتطلع مش هرشرة ما بتطلعش مدورة مظبوطة بتطلع ممكن معوجة شوية صغيرين ده بيخلي العادسة ما بتتبقاش موجودة في مكانها مظبوط ساعات بتعمل العادسة تبقى ملوية شوية زرين بعد لما ازرعها ما بتبقاش مظبوط هنا الليزر بصح هيك الليزر بيشتغل بشوعيع هو بيفتح بيعمل الفتاحات اللي انا عملتها والفتح اللي بعملها في المحفظة العادسة الامامية بتتعمل بالليزر بتطلع دايرة مظبوطة كأنك بالزبط عملت الشباك بدأ ما تشتغل بشاكوش وآجنة انت عملته بالليزر فلما تعمل بالليزر بيطلع مظبوط بالملي لك انت تشغل بشاكوش بآجنة عمرك ما هتوارد تزبط هتطلع معوك شوية صغرين شباك انت حفرته دا معوك شوية صغرين مش منتظم هنا الفمتوليزر بيفتت العرس والفمتوليزر بيكون آمن جدا على أنسجة العين الداخلية على عكس الموجودة في وساطية لما بيفتت العرسة نفسيها قبل ما نحن نسحبها ده بيبقى حنين قوي على أنسجة العين الداخلية فبالتالي أنا ضامن هنا هوات في بعض الناس مش هيجي لهم تأثير سلبي وده مهم جدا عند بعض الناس عندهم التعبات مزمنة في العين أو عندهم مشاكل في أنسجة العين الداخلية مهم جدا أن احنا نعمل لهم الموجودة في وساطية بأسف الفمتوليزر ونتجنب الموجودة في وساطية في حالته بعد الكدوات بنزرع العدسة اللي جوه لي فطبعا الخطوة دي الخطوة يمكن الوحيدة المانيول أو التقليدية اللي بتتعامل أو الجراحة اللي بيعملها زيادة شوية صغيرين في الفمتوليزر لكن الموجودة في وساطية احنا بنعملها من أولة لأخرة بتعتمد على مهارة الجراح الفمتوليزر لا هي بروجرامينج برمجة لغاية زرع العدسة بعد زرع العدسة انت الجراح بس خلص العملية وخلص خلص طبعا يتفوق طبعا الفمتوليزر ممكن صلح الأستيجماتيز هنا في حاجة عملية زمان اسمها تشريط قرانية كان بيتعامل بالطريقة الأدوية وليها مشاكل كتيرة جدا احنا في غير احنا نذكرها بالفمتوليزر ما لقناش المشاكل دي خالص ندقة الليزر هنا بنسفيد منها فنقدر نصلح الأستيجماتيز بصورة عالية جدا ونضمن المريض انه هو كمان يستغن عن نظارة المسافات بعد العملية قضية اثارت جدل الحاول عند الأطفال هل نتدخل لعمل عملية لازك للأطفال اللي عندهم حاول ولا لا سؤال عايز تفصيل بس عايز تفهمه من الجيد لا حاول الأطفال فيه أنواع كتير من الحاول حاول ممكن يكون ناتج عن ضعف في عضلة من العضلات دي لازم يحل الجراحي بفيش حل الليزر ده حل الجراحي انه العضلة الضعيفة بقوية وخلاص ده لو مشكلة عضلية بالزبط لو مشكلة نتيجة ضعف في الإبصار وده شائع جدا ما بنعملش الليزك لا خالص ان هو الطفل الصغير ده نظره مو تغير أنا لو هعمل الليزك النهاردة على مقاس المقاس ده مش سابت بعد سنتين ثلاثة المقاس ده تغير خالص والطفل هيرجع يلبس نظارة وقد يكون الحاول يرجع تاني ويبقى أكتر من الأول ثانيا عشان نعمل الليزك فيه فحوصات بنعملها علشان نقول هذه العين ينفع لها الليزك ولا لأ الفحوصات دي صعب تعملها في طفل عنده ست سنين أو أربع سنين أو سنتين أو ثلاث سنين صعب جدا انت تقيس سمك القرانية وتشوف التوبوغرافية بتاعت القرانية في الأطفال الصغيرين أنا أعتقد أن دي يعني لأ يعني ما ننفعش خالص ما فيش بننفعش الليزك بنعمله يعني بس الشباب واضح برضو وضقيق في كلامي بنعمل لزك في الأطفال في حالات وليلة جدا لما يكون في ضعف في عين واحدة بس مقاس على سبيل المثال السادة المشاهدين فيه عند الأطفال يبقى عنده عين فيها سالب تسعة وعين تانية سالب واحد الفرق هنا ضخم جدا لا يمكن تعويضه بالنظارة وصعب الطفل اللي عنده ثمان سنين ده أو ست سنين تلبسه عدسات لصقة في العين الضعيفة فإحنا بهذه الحالة بنعمل لزك أو سعب بنعمل زر عدسات ده الحالة الوحيدة اللي ممكن تتدخل جراحيا أو بالليزر في وجود حوال عند طفل عشان فيه فرق كبير في المقسات ما بين العين اليمين والعين الشمال لكن طفل عنده عينين لتنين عنده ضعف نظر ويلبس نظارة وعنده حاول هقوله أعملك لزك عشان أضيع الحاول لا ده كلام غير علمي بالمرة وأعتقد أنه يعني سلبي جدا 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 ضعف العزيز قال لأستاذ الدكتور رحمة العصف كان في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور